يوسف رخيص رئيس مقاطعة الحيم محمدي كان من الواجب ديلي باش نجي نطمن عدد الوليدات لحالة الصحية ديليهم أكيد كما كنت تعرفوا بأن هذه الثاني مرة كتتكرر البارح تكررت بارح واليوم ديال هذا الاختناق ديال هذا القاز اللي ما كناش عارفين فمينين جيال من بعد ديرو فالبارح بأمر بنسيد العاميل تشكتوا حل الجناق مختلطة خرجوا العين لمكان كناش 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 في بعض الشركات المجاورة ديلي كالمؤسسة التعليمية تبيين ما شهوما اليوم من وقع الثاني هذا الاختناق رغم خرجات اللجنة مختارطة اليوم رغم فعين المكان كيتواجدو في واحد الشركة اللي شكينا فيها احنا ما قدراش نسبقوا الاحداث اكيد الى تبينات بأن هذه هي شركة رغيتم تاخذ تدابير لازمة في حق هذه الشركة كما كتعرفوا اليوم كنشكلوا بأن تقريبا البارح كانت 18 اليوم رغت تقريبا ما يزيد على 50 وليد ماشي سهله وفي الضرف ديال الامتحانات كين صعوبة كنشوفوا اليوم الآباء والأمهات خيفين مع وليداتهم الحمد لله الحالة مستقرة وكنتمنوا ان شاء الله باش هاتشين يتكررش عدنق على مستوى ديال الحي محمد يقال انك من جوجد الشركات اللي حق القرار بالإغلاق يو الشابات ساكين على انهم لا انا كان في لك باننا مش هذوك شركات كين شركة اخرى هي لذا بكنا اللجنة بفعيل المكان كنشوفها هذوك شركة ترامل لعدنا بإخلاق رامسات دين الإغلاق لأمر المستيد العامل والجماعة فاليوم احنا كنتظروا التقرير ديال اللجنة اللي غير يعطينا واش بالفعل هذوك شركة اللي اليوم دا بكيت وجدوا فعيل مكان ديالها واش هي في كين ذلك الضرار او لا تبقى موطن شي قرار بشركة الشركة اللي بمكان يا لا يتبت بانها لذييرها الضرار رأى اكيد بانا راه يتخذ في حق القرارة والسيد العامير رواقف تقريبا ما يزع على خمسين واحد طفل لطيخ هذه الختناق اللي شنندب حاليا ولكن الحالة ديله مستقرة اطمّنت على الوليدات كاللي طالعين 200 طاج في البادياتري وكي اللي باقين شوية في لزير جونس كي يأخذوا الإسعافات الولية كنشكر بهذه المناسبة السلطة المحلية الويقال المدنيا النيازية المندوبية للصحة في شخص سيد دكتور ريس يواقف البارح كان هو اللي كان يشرف على الوليات واليوم رأي واقف على هذه العملية